يضطر الكثير من سكان قرى ومشاة بلدية بنزيد غربيا سكيكدا للاحتطاب من الغابات المجاورة قصد التدفئة في أيام الشتاء الباردة بسبب ندرة قارورة غاز البطان وتوقف مشروع غاز المدينة في الأخريف نعرق بها الغابة نطيبس والشتاء نسخنوا بها ونطيبها نعنى لها غازلة والولاهم يحزانا توصلنا بـ 30 ألف و35 كان هناك في وقت الشتاء في الصيفة بـ 30 وفي الشتاء صعفية من 30 إلى 35 في العقبة القاطنون في القرى المعزولة والنائية لتصلهم قارورات غاز البطان وإن وصلت فبأسعار خيالية وحلمهم التخلص من مشقة توفير الحطب بينما تنشد المصالح البلدية السلطات العمومية رفعت تجميد عن مشاريع الغاز الطبيعي صعوبة تزويد المواطنين بغاز البطان لمادة قليلة ونادرة في ضل وجود عدد قليل من المموين لهذه المادة وهو مشروع تزويد السكانة تزويد البلدية بالغاز الطبيعي هذا اللي يعطى له إنشارة الانتلاقة في عهد الوالي السابق سيد بن حسين وليظروف المالية وليمرت بها البلاد جميد هذا المشروع تقول السلطات الولائية بأن الأولوية من أولوية الحكومة وهي رفع التجميد عن مشاريع قطاع الطربية وفي ذلك يبدو بأنها لا تهتم ولا تصغي ولا تريد أن تحس بما يعيشه سكان الكثير من بلديات الجهة الغربية والتجمعات السكانية الكبرى في المناطق الجبلية في ظل قساوة الطبيعة وغياب غاز المدينة